امرأة عاشت عمرها كله مع القرآن مرضة مرضة شديد بعد عمر طويل أخذوها إلى المستشفى ففي المستشفى نقلوها العناء المركزة الحالة صعبة وشديدة أسأل الله أن يشوي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلم مسلم فاشترطت على الأطباء لو الأمر حيوصل لنا حسيبي العناء المركزة وموت مش مشكلة عندي أنا ليه شرط المصحف محدش يبعده عنه فوافقوه في أول الأمر السبوع واثنين أولا حاجة ما عادش ينفع أنت جايبها أختي جنبك السرير لجنبك وهي تقرأ عليك وحدك تقرأ عليها حتى وهي في المرضة الشديد مجغولة بالقرآن ما عادش ينفع يحك فبكت بكائن شديد قالوا خلاص ما تنشغلش بحد جنبك حضرتك تشتغل القرآن لوحدك على سريرك عشان التعب ما يزيدش عليك قالت حاضر وتقرأ كل يوم قدي عشر أجزاء كل يوم تتصور يا شيخ عم وهي بتقرأ وكان أخي اللحظة في حياتها وصلت عند قول الله عز وجل في القراءة والذين آمنوا أشدوا حبا لله الناس بيحكوا في العناء المركزة بقولوا وقفت عند الآد وقعدت تكررها وصوتها يعلم والذين آمنوا أشدوا حبا لله والذين آمنوا أشدوا حبا لله والذين آمنوا أشدوا حبا لله قرابة العشر مرات وفي المرة العشرة خرجت روحها إلى الله والمصحف في إيديها فألسقته بصدرها عاوزيني يغسلوها اللي حصل ده عجيب لكن الأعجب ما قدروش يفكوا إيديها وياخدوا إنها المصحف يا الله ما قدروش يشيلوا المصحف من إيديها ومن على صدرها فاتصلوا على الأعلى بقول ما شيخ نعمل إيه فالشيخ قال أجي شوف بنفسي فستروها إلا موضع المصحف كشفوه فقال للممرضة حاول تشيله يفكوا إيديها يمين شبال محدش إده فكانت فتوى الشيخ في النهاية ألغسلوها وخلوا المية جنبوا المية أنها تيجي على المصحف على كتاب الله واتفنوها في القب ومعها المصحف الشريف أنا بأتصور يعني بامرأة نزلت القب ومع حجتها مع المصحف اللهم ارضخنا حسنا الخاتم يا رب العالمين وأبتنا على لا إله إلا الله يا رب العالمين فلك أن تتصور أنها نزلت القب ومعها المصحف أنا حنزل القبر معي إيه وحضرتك يا أخي حتنزل القبر معك إيه وانت يا أختي وانت يا أبي حننزل القبر ومعنا إيه دي عاوزة عاوزة نحن نوقف ونتدبر يا أمة محمد يا أمة القرآن عودوا إلى القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر